اشتركوا في القناة نزيد من التفاصيل مع راما عمار في ظل جهود الحكومة المستمرة للاطلاع على واقع سير العمل في مختلف الوزارات جعل رئيس مجلس الوزراء المهندة عماد خميس على المصرف التجاري السورية برفقة وزراء المالية والاقتصاد والاتصالات والتقانا وحاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية ومن ثم اجتمع مع المدراء في وزارة المالية لمناقشة أداء الوزارة ومعالجة ما تعانيه من صعوبات هناك العديد من المشاريع التي تقوم بها وزارة المالية مشاريع تقوم بالأساس على الأتمتة بالدرجة الأولى أتمتة العمليات طبعا نحن نفذنا براءة الزمة السريعة التي هي خلال بأقل من دقيقة يحصل المكلف على براءة الزمة والتي كانت تأخذ وقتا طويلا أيضا عرض المشاريع الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية الإدارة الحكومية المالية المتكاملة إذن هذا نظام واسع وكبير جدا تقوم به الآن وزارة مالية وقطعة أشواط لا بأس بها إلى أن وصلنا إلى أنظمة الدفع الإلكتروني رئيس مجلس الوزراء ركز خلال الاجتماع على أهمية التدريب والتأهيلة والنهوض بمستوى القوى والموارد البشرية باعتبار أن التنمية البشرية هي الحلقة الأهم والأولى للنهوض بالقطاع المالية خاصة أن هناك نقص في الخبرات لدى معظم المؤسسات والجهات التابعة لوزارة المالية كما تحدث المهندس عماد خميس بعمق وشفافية عن وجود فساد ومحسوبيات في بعض الجهات التابعة للقطاع المالية داعيا وزير المالية إلى التركيز على إعادة الهيكلية والتدريب والتطوير ووضع رؤى استراتيجية لمكونات القطاع العام واعتماد خطة لمحاربة الفساد في وزارة المالية والجهات التابعة لها من خلال جولة سيد رسميز الزراء تبين وجود المشكلة الأكبر وهي الكادر البشري وحالة الاستقالات الجماعية التي تمت والاستنزاف بالموظفين الموجودين في المصرف التجاري السوري من خلال وجود أناس برطب وظيفية عالية معاون مدير فرع أو نائب مدير فرع أو رئيس دارة حسابات ولا يحملون شهادة جامعية من خلال ذلك تم المناقشة مع السيد رسميز الزراء لإيجاد حلول إسعافية بديلة لهذا الموضوع من خلال الإسراء بالإجراءات المصابقة للتعيين العادة للمصرف التجاري السوري ومن خلال التركيز على تأهيل وتدريب الكوادر المعهد المال التقاني يخرج سنويا عدد من الكوادر كفوءة باختصاصات النفقات والضرائب الرسوم والطلاب يخضعوا دائما لعدة يدرسوا مقرارات تتعلق في التأمين تتعلق في الأوراق المالية تتعلق في قطاع الضرائب وقواني الضرائب في سوريا تتعلق في الموازنة والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الحكومية ويخرج من عنا كوادر مؤهلة ومدربة نحن في قطة طموحة لاستيعاب ضمن وزارة المالية بحيث يعودوا أي نقص حاصل بالكوادر الكفوءة في هذا المجال في ظل الإصلاح الإداري التي تقوم به إدارة الجمارك تم مؤخرا وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الجمارك لجهة التعديل حقيقة رؤية الجمارك تم تفريغها في مواد نصوص قانون الجمارك تم إضافة بنود مواد جديدة تم تعديل البعض الآخر منها تم إلغائها بما يتناسب والمرحلة حقيقة موضوع مكافحة التهريب تم لحظه تم تجديد الغرامات بحضها الأقصى في ظل القانون الجديد لأهمية التهريب من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام فكان لابد من تعديل الغرامات لجهة رفعها إلى أقصى الدرجات ومضاعفتها عشرات الأضعاف لكي تكون رادع للمخالفين وعدم تكرار التهريب كثير فيه عندنا قضايا هامي دعمنا فيها بعض التجارة الحقيقيين اللي نحن منعول على اليون بشكل دائم يكونوا هن البنات الحقيقيين لأنظمة التجارة الداخلة عندنا في سوريا جهود حكومية مستمرة من أجل رفع وطيرة العمل في مختلف الوزارات حيث تحتل وزارة المالية أهمية خاصة لما لها من دور كبير في معالجة ما خلفته هذه الأزمة حققت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليار ليرة سورية إرادات صفية مدير عام الشركة المهندس أمجد سليمان أكد أن نسبة التنفيذ للخطة الموضوعة بلغت 322% مشيرا إلى أن عدد البواخر التي أمت مرفأ اللاذقية خلال العام الماضي بلغ 478 باخرة من مختلف الجنسيات فيما بلغ عدد الحاويات أكثر من مليونين ونصف المليون كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي كشف أن الوزارة تدرس عروضا استيراد ألبسة الأطفال وأنها ستقوم بالاستيراد بشكل عام كحل بديل في حال عدم نجاح تجربة تخفيض الأسعار مع صناعيين الدكتور الغربي أوضح أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن تسمح تحت شعار حماية الصناعة الوطنية أن تبقى الأسعار مرتفعة مضيحا أن معامل القطع الخاص ستقلع وسيكون هناك منافسة بينها لتصريف المنتجات وسنشهد انخفاضا في الأسعار بهذه الطريقة كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعية المهندس أحمد القادري عن الانتهاء من عملية التعاقد لإشراء مخبر خاص لتصنيع اللقاحات البيطرية لقطعان الثروة الحيوانية ليتم وضعه في الخدمة مباشرة القادري أوضح أن المخبر الجديد سيؤمن كمية كبيرة من حاجة قطعان الثروة الحيوانية المختلفة من اللقاحات البيطرية التي يتم تصنيعها عن طريق التخمير منها لقاح البورسيلا وقطيعي الأغنام الأبقار والجمرة العربية والإنترو كيسيميا سجل الذهب الأسواق المحلية راجعا لا يقل عن 300 ليرة سورية يوم أمس مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي لأسجل جرام الذهب عير 21 17600 ليرة سورية وجرام الذهب عير 18 15085 ليرة سورية نقيب الصغغ السنجزمتي أوضح أن عمليات الدمغ ضمن جمعية الصغغاتة بشكل طبيعي بعد تعديل الأسعار لتتوافق مع الاتفاق الأخير حول رسم الإنفاق الاستهلاكي مشددا على أن أي بضاعة يتم ضبطها في الأسواق من دون ختم تصادر البضاعة ويتعرض صاحبها للمسئولية ودفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية تلقت شركة مصر للطيران طلبا رسميا من الولايات المتحدة بمنع حاملية تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول حسام حسين المسؤول عن الرحلات اليومية لمصر للطيران إلى نيويورك أكد أن السلطات هناك أبلغت الشركة بالقيود الجديدة منوها أن حاملية البطاقة الخضراء من الدول المحددة سيسمح لهم بركوب الطائرات كما سيسمح لحامل جوازات السفراء الدبلوماسية أو المسؤولين الحكوميين بالسفراء بلغت قيمة مجموعة الإرادات النفطية لشهر كانون الأول الماضي 5 مليارات دولار وكانت 36 شركة عالمية قد قامت بشراء النفط العراقية وزارة النفط العراقية بيّنت أن الكميات التي تم تصديرها من النفط البصرة وكاركوك بلغت 109 ملايين برميل وأن الكميات المصدرة من البصرة بلغت 107 ملايين برميل في حين بلغت الكميات المصدرة من كاركوك مليوني ومئة ألف برميل بيّن المدير التنفيذي لمجمع إيران خردو لتصنيع السيارات في إيران أن الاتفاق استثمار شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات في إيران يبلغ 500 مليون يورو هاشم يك زارة أكد أن حصة الشركة الفرنسية من مبلغ المستثمر يبلغ 50 مليون يورو وسيشهد الشهر المقبل إنتج أول سيارة مشتركة بين الشركتين الإيرانية والفرنسية ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار العمولات الرئيسية مقابل الليرة السورية حسب نشرة مصرف سوريا المركزي سوية نلاحظ بأن الليرة السورية بنسبة لكل من الدولار الأمريكي واليورو بنسبة للحوالات الشخصية الدولار هو ما زال عند مستوى 517 ليرة و43 قرشان سوريا أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو أيضا ما زال عند مستوى 517 ليرة و42 قرشان سوريا بنسبة لليورو للحوالات الشخصية هو عند مستوى 547 ليرة أما بنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 553 ليرة و59 قرشان سوريا ننتقل المشاهدين إلى أسعار الذهب عالميا سوية نلاحظ بأن الذهب عالميا ما زال مستقرا دون أي تغير يذكر وذلك بعدما عوض الخسار التي مني بها في وقت سابق مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية وانخفاض العائد على الأسهم على سوق السندات الأمريكية المعدن الأسفر كما نرى ما زال متجهة نحو تكبد أول خسارة أسبوعية له منذ البداية العام الحالي وبذلك نجد بأن المستثمرون يتجهون نحو عمليات جن الأرباح بعدما صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في شهرين الأسبوع الماضي أنصة الذهب عالميا سجلت 1190 دولار وستة سنتات للأنصة الواحدة أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية جرام الذهب عيار 21 بـ 17600 ليرة سورية جرام الذهب عيار 18 هو بحدود 15085 ليرة سورية أما بالنسبة للليرة الذهبية عيار 21 أصبحت بـ 148000 ليرة سورية نتقل أن مشاهد النفط عالميا سوية نلاحظ بأن قطاع النفط ما زالت أسعار النفط منخفضة عالميا وذلك بعد بيانات أشارات إلى زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية منما أثار مخاوف قلق المستثمرين بشأن مدى تأثير دعم أوبيك والمنتجين المستقلين على أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج نجت عالميا بأن خام برينت وصل إلى 55 دولار و 52 سنت لألبرميل الواحد أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو بحوالي 53 دولار و 17 سنت لألبرميل الواحد هذا كل ما في جعبة الملخبة الاقتصادية